نقمد على الترم الأولي. تمام. تمام. بسم الله. نصي عبد الرحمن. الدرس الأول عندي بتكلم عن الاتحاد الكيميائي. تحدي العناصر الكيميائية. العناصر الكيميائية اللي احنا تكلمنا عنها الترم الأول. الفلزات واللافلزات والغازات الخامدة. كنا شرحناهم بالتفصيل في الترم الأول. الشرح المرة دي مختلف ولكن المشترك بينه وبين اللي أخدناه توزيع العناصر. توزيع الإلكترونات. لازم نبقى فاكرين التوزيع قبل ما نشتغل. ولو مش فاكره فهنعيده وما فيش مشكلة. طيب. العناصر الكيميائية اللي بتدخل في التفاعلات الكيميائية عندي ايه؟ أو عددها ايه؟ مية وطمانتاشر عنصر. المية وطمانتاشر عنصر دول موجودين في الجدول الدوري اللي هتاخده ان شاء الله في ترم الأول في تاني عدد. هتاخد العناصر دي بتوزيعها بالمجموعات بالصفوف بالأعمدة اللي موجودة فيها في الجدول الدوري. تمام؟ ولكن اللي مطلوبين يعرفوا الترم ده ان عددهم كان مية وطمانتاشر عنصر بالزبط. بيتصنفوا الايه؟ لفي الزات. في الزات ولا في الزات ولا في الزات وغزات خم. برافو. طيب. مين اللي قسم العناصر دي لفي الزات ولا في الزات؟ العالم بريزيليوس. بريزيليوس ولا ديدي بريزيليوس العالم بريزيليوس أول من قسم العناصر اللي إيه فلزات ولا فلزات وهتكلم عن الفلزات ولا فلزات فقط مش الغازات الخامدة تمام هنبتدي أول حاجة بالفلزات وهناخد الخواص بتاعتها عشان أعرف العنصر اللي قدامي ده فلز ولا لا لازم أبص على مستوى الطاقة الأخير مستوى الطاقة الأخير يعني أنا مطلوب مني إيه مطلوب مني أوزع العنصر اللي قدامي في مستويات الطاقة كنا بنعمل الترمي الأول بنجيب عدد الإلكترونات ونبدأ نوزعها في مستويات الطاقة اللي هم كيه اللي إم إنو السبع مستويات نعم صح صح عندي وليكن زي الصوديوم الصوديوم إن 11 طب الحداشر ده اللي هو العدد الزري صح صح العدد الزري ده كان بيساوي إيه بيساوي البروتونات وبيساوي عدد الإلكترونات نبقى الرقم اللي أنا هوزعه هنا إيه الحداشر الحداشر تمام كنا بنوزع في مستوات الطاقة أول مستوى عندي الكيه بنحط في اتنين بنحط في اتنين برافو طيب المستويات اللي بعد كده أنا عندي 11 المستوى التاني إيه اللي أحط في كام تمانية برافو تمانية كده أنا وزعت اتنين وتمانية كده عشرة بقي عندي إيه إلكترون واحد نحطه في الإيه في الام في الام طيب حلوة قوي حد هنا كويس أعرف منين بقى أن العنصر ده في لز ولا لا في لز أبص على مستوى التطاقة الأخير ده الام هنشوف فيه كم إلكترون لو فيه واحد أو اتنين أو تلاتة يبقى العنصر ده إيه في لز أنا بوزع العنصر وبعد كده خلاص أنا وزعته خلصت من التوزيع حاجة على مستوى التطاقة الأخير لو عدد الإلكترونات فيه واحد أو اتنين أو تلاتة كده العنصر ده إيه في لز تمام؟ تمام طيب الماغنيسيوم متوزع عندي أهو الماغنيسيوم مجي 12 أول مستوى هياخد اتنين تاني مستوى هياخد تمانية كده وزعنا كام عشرة بقى اتنين يتحطوا في المستوى الأخير المستوى الأخير فيه اتنين يبقى العنصر ده إيه في لز وناخد بالنا إن ده الزرة علشان هندخل في حاجة بعد كده اسمها الآيون بعد شوية لازم أفرق ما بين الزرة والآيون لما يقولك زرة الماغنيسيوم كده أنا بوزع توزيع الطبيعي بتاعي اتنين تمانية اتنين أبص على مستوى التطاقة الأخير أشوف فيه كام فيه واحد أو اتنين أو تلاتة كده العنصر ده في لز طيب لو الاتنين دي مش موجودة لا كده هنختلف هنتحول للآيون هنعرف ده بعد شوية بلاش نتلم عنه دلوقتي نكمل الخصاص طيب الخاصية التانية من خاص الفلزات ان جميع الفلزات بتوجد في صورة صلبة كلها صلبة ما عاد عنصر واحد فقط الزئبق الزئبق الوحيد هو اللسائق لو تاخد بالك ببقى موجود في الترمومتر ترمومترات ده درجة الحرارة معي الزئبق العنصر الوحيد من الفلزات اللسائق مش صلب اي حاجة تانية زي المعادن حديد النحاس ألمونيوم بوتاسيوم صوديوم كل ده في الزئات صلب تمام تمام نيجي لتالت حاجة لها باريق معدني الحريض النحاس الألمونيوم الفضة البلاتين الدهب كل ده ببقى ليه باريق معدني بقى فيها لمعة بتلمع تمام تمام ربا حاجة قابلة للسحب والطرق والتشكيل يعني ايه؟ الحديد عندي بقدر أصنع منه مليون حاجة بأشكال مختلفة طب ده من ايه؟ الحديد بعمله عملية انصار وببدأ أشكله سواء بالطرق اللي هو بنضرب عليه بالمطرقة مطرقة حديد فببدأ يتحول عندي الأشكال معينة وفي أجهزة كتير بتحول الحديد بتلفه بتعمل منه مؤسير بتعمل منه أشكال كتير بقى أي حاجة حديد موجودة الأكر بتاعة الباب كل ده طرق وسحب وتشكيل بشكله بسحبه يعني بغير في شكله ما بسيبش لقطعة الحديد زي ما هي قدامي قطعة كبيرة لا بضرب عليها لحد ما تبقى مسطحة أو رفيعة وابدأ أسحبها أغير في طولها وشكلها بالشكل اللي أنا عايزه أو للحاجة اللي أنا هستخدمها خامس حاجة جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء موصلة للحرارة وموصلة للايه كهرباء الكهرباء كده عندي خمس خواص للفلزات المستوى الخارجي لها بيحتوي على ايه واحد أو اتنين أو تلاتة الكترون تاني حاجة كلها موجودة في حالة صلبة معادة ايه الزئبك الزئبك سائل لها بريق معدني قبلها تسحبه وطرقه وتشكيل جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء كل اللي اتكلمنا عنه ده هيبقى عكسه في الفلزات هنعكس بس كل الكلام تمام تمام طيب عايزين نعرف الفلزات دي رد فعلها بيبقى ايه لما بتدخل في تفاعل كيميائي تفاعل كيميائي مع عناصر اخر مع زرات اخر بتعمل ايه في الزات انا قلتلك مستوى الطاقة الخارجي بتاعها بيبقى فيه كام واحد او اتنين او ثلاثة الالكترون ده بالنسبة لها عدد قلي هي مش محتاجة تمام في نفس الوقت عايزة توصل لمرحلة الاستقرار قلنا مرحلة الاستقرار او الاكتمال في المستوى الخارجي يعني المستوى الاخير يبقى فيه كام المستوى الاخير هيبقى فيه تمانية تمانية براف عشان توصل للتمانية دول اكيد مش هتكتسب او هتلجأ ان هي تاخد خمس او سبع او ثمان زرات من عنصر اخر لا هي الاسهل لها انها تفقد الواحد او اتنين او تلاتة اللي موجودين في المستوى الاخير ده تخرجهم وهيبقى كده ايه بقى عندنا المستوى اللي قبليه فيه تمانية زي مثلا الصوديوم تعال نرسم الصوديوم تحت بلاش نطلعه الصوديوم عندي الك فيه اتنين الال فيه تمانية والام فيه واحد طيب الواحد ده هي مش محتاجة بدل ما تروح تاخد سبع زرات من عنصر اخر سبع الالكترونات من عنصر تاني لا طيب ما نفقد ده احسن اسهل وكده المستوى الاخير بتاعي يبقى فيه كام تمانية تمانية سبع في الحالة دي لما بتفقد زرات او الالكترونات المستوى الاخير بتتحول لحاجة اسمها الايون ايون موجب ايه هو الايون الموجب زرة الفلز اللي عندي او العنصر الفلزي فقدت الالكترون الاخير علشان توصل لمرحلة الاستقرار تبقى مستقر المستوى الاخير بتاعها مكتمل فيه تمان الالكترونات طب الالكترون الاخير اللي فقدته ده بيروح فين بيروح لأي عنصر تاني محتاجه في التفاعل الكيميائي اللي هي دخلة فيه هي دخلة بتفاعل كيميائي مع عناصر اخرى فيه عنصر محتاج الالكترون ده بياخده وهي مش محتاجاة هي خلاص كده هتوصل لمرحلة الاستقرار يبقى لما يجيب لي سؤال علم ليه زرات الفلزات تميل لفقد الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي لتصل لحالة الاستقرار او حتى يصبح مستوى الطاقة الخارجي لها ايه مكتمل بالالكترونات مش محتاجة بقى لا تكتسب ولا تفقد تاني هي خلاص زي الغازات الخاملة مش كنا بنقول الغازات الخاملة المستوى الاخير فيه تمانية تمان الالكترونات نا التمن الالكترونات دول المستوى مكتمل فما كانتش بتدخل في اي تفاعل كيميائي لان هي مش محتاجة الالكترونات هي في مرحلة استقرار حالة استقرار المستوى الاخير بتاعها مكتمل مش محتاجة ان هي تدخل في تفاعل كيميائي مع عناصر تاني هنا الفلزات بتعمل كده عايزة توصل للاستقرار تفقد الالكترون المستوى الاخير وكده بقى ايه الالكترونات فخلاص هي بقت مستقرة مش محتاجة تدخل في تفاعل ايميائي تاني طيب ايه اللي بيحصل لما زرت الفلز طفق الالكترون قلنا بتتحول لايون موجب في حالة الفقد بيبقى عندي الايون اللي متكون ايون موجب طب ليه بنقول ايون موجب مش سالب ليه اختروا نوعه بايون موجب لان البروتونات الموجبة هنا بعد الفقد البروتونات الموجبة عددها بيبقى اكبر من عدد الالكترونات السالب يعني البروتونات الموجبة هتبقى اكبر من الالكترونات بمقدار كام بمقدار الالكترونات اللي فقدناها انا فقدت في السوديون كام فقدت واحد صح؟ إلكترون واحد تمام؟ تمام فكده البروتونات الموجبة بقى عددها أكبر من الإلكترونات بمقدار واحد بس لو فقدنا اتنين يبقى البروتونات الموجبة عددها أكبر من الإلكترونات السالبة بمقدار كام؟ بمقدار اتنين تمام؟ مفهوم؟ مفهوم تمام يبقى إيه تعريف الأيون الموجب؟ زرت عنصر في لز فقدت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي إلكترون أو 2 أو 3 تمام؟ تمام دي ما قلتلك في حالة الفقد وبقى آيون موجب عشان الآيون السالب جايك بعد شوية وهيبقى عكس التعريف ده طيب تعال نطبق الكلام ده قدامنا كده على مثال عندك زرة الصوديوم هنا إن 11 هنوزعها التوزيع العادي بتاعنا تمام؟ تمام هنرسم الزرة الزرة طبعا مبافيها زي الترم الأول ما قلنا البروتونات الموجبة والنيترونات المتعدلة طب النيترونات المتعدلة كانت حاصل طرح لعدد الكتل نقص لعدد الزري تمام؟ طيب إيه اللي أنا بوزعه؟ بوزعه الإلكترونات الإلكترونات بتساوي البروتونات الموجبة يبقى هوزع الحداشر لسه موزعينه من شوية له اتنين تمانية واحد صح؟ صح؟ صح تمام عددهم كام؟ 11 11 11 ده اللي هو عدد الإلكترونات وعدد البروتونات عشان بيساوي بعض تركز معايا كده ايه نقطة نقطة البروتونات بتساوي الإلكترونات السالبة هنا ده قبل ما يحصل فقد نحن كده لسه ما فقدناش حاجة كده لسه في التوزيع الطبيعي اتنين تمانية واحد عندي 11 إلكترون وزعتهم 11 إلكترون بيساوي البروتونات اللي هي 11 بروتو طيب قلنا إن الزرة دي هتميل لفقد إلكترون مستوى الطاقة الأخير عشان توصل لحالة الاستقرار حلو فقدنا الإلكترون الأخير قلاص الواحد كده الإلكترونات عندي قل ما خلاص فقدنا الواحد فبقى عندي اتنين تمانية بس الإلكترونات كده بقت كام اتنين زي التمانية عشر عشر كده الإلكترونات بقت عشر طب البروتونات كانت كام 11 11 زي ما هي البروتونات المجابة 11 زي ما هي أنا اللي قال لي عندي الإلكترونات الإلكترونات بقت عشر لأن أنا فقدت إلكترونة ها فبقى عندي ايه اتنين تمانية كده عشر إلكترونات يبقى البروتونات المجابة عشان كده بقولك تحول لأيون موجب مش سالب في حالة الفقد لأن البروتونات الموجبة أهي بعد الفقد أكبر من الإلكترونات السالبة البروتونات 11 والإلكترونات 10 الإلكترونات هي الموجبة فالإشارة عندي هتبقى بالموجب يون هيبقى بالموجب طيب هل أنا بسيب التوزيع كده بعد ما فقدت إلكترون بكتب اتنين تمانية وخلاص لا هنحطها في قوس قوسين كده جوهم التوزيع بتاعك وعدد الإلكترونات اللي أنت فقدتها هتكتبها فوق هنا موجب والرقم اللي تفقد أنا فقدت إلكترون واحد صح؟ نه يبقى إما تكتبه موجب بس عايز تكتب موجب واحد ما فيش مشكلة بس لو واحد في الغالب ما بنكتبوش يعني هي كده وكده هتتحسب صح حايا بس لازم أكتبه فوقه هنا هكتب التوزيع الجديد بتاعي اتنين تمانية وطبعا ترسم الزر اللي فيها البروتونات والإلكترونات نه تمام؟ وتكتب بقى إيه؟ هنا فوق الكوس موجب وعدد الإلكترونات اللي فقدتها أنا فقدت هنا واحد بس يبقى كتب موجب واحد أو أكتب موجب بس كده يبقى أيون طب أعرف منين يا مس إن ده أيون ولا زرة الزرة هيبقى عدد الإلكترونات فيها اللي هو ده بيسوي عدد البروتونات يعني اللي على الشمال ده زرة ليه؟ لأننا عندي اتنين تمانية واحد اتنين زايد تمانية زايد واحد حداشر حداشر إلكترون بيسوي الحداشر بروتون يبقى ده زرة طيب تعال نشوفي الآيون أنا عندي تحت اتنين تمانية بس يعني عشرة وفوق البروتونات حداشر لأ كده مختلفين يبقى ده آيون طب أعرف منين إنه هو آيون دوان موجب ولا سالب لو البروتونات أكبر من الإلكترونات كده الآيون موجب وزي ما قلتلك بعد ما بعمل التوزيع لازم أحطه جوه الكوسين واكتب هنا عدد الإلكترونات اللي فقدتها وجنبها الموجب هنا بقى مش هسيب العنصر إني إيه بس مش هكتبه إني إيه كده بس لأ إني إيه؟ يعني العنصر نفسه طب لو عايز أكتب أيون العنصر يبقى أكتب فوق هنا موجب فوق العنصر كده فوق الرمز بتاع العنصر أنا عندي الإني إيه بيفقد كام واحد إلكترون يبقى أكتب إني إيه وفوق إيها الموجب عايز تكتب الواحد تكتبه مش هعايز عادي عادي لو ما كتتوش؟ أه عادي طالما واحد بس عادي يتكتب أو لا لكن أكتر من كده لأ لازم هتكتبه تمام؟ تمام تمام حد هنا مفهوم؟ مفهوم سهل ولا نعيد تاني؟ نقصة تمام يبقى أنا عندي هنا الآيون بيبقى موجب لسبب إن عدد البروتونات أكبر من عدد الإلكترونات طب عدد مستويات الطاقة طبعا بيقل من الإلكترون اللي أنا شلته في الآخر ده خلاص طير مستوى الطاقة معاه بدل ما كان عندي ثلاث مستويات الطاقة في الصوديوم لأ بقى اثنين بدل ما كنت موزع كي إل إم لأ وزعت الإل لتنين والتمانية في الكي والإل بس فكده عدد البروتونات زاد أكبر من الإلكترونات بواحد وعدد مستويات الطاقة بيقل طب الشحنات الموجبة الشحنات الموجبة اللي هي هنكتبها فوق زرة العنصر أو فوق قص التوزيع هتسوي إيه؟ هتسوي عدد الإلكترونات اللي أنا فقدتها لو أنا فقدت اتنين بكتب الشحنات فوق موجب اتنين لو فقدت واحد بكتب موجب أو موجب واحد لو تلاتة موجب أو موجب تلاتة يبقى الشحنات الموجبة اللي أنا أكتبها فوق دي هتبقى مساوية للإيه؟ للإلكترونات اللي أنا إيه فقدتها تحدينا تمام 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 نيجي للجزء اللي بعد كده لحظة واحدة مثال تاني على التوزيح زرة الماغنسيوم الماغنسيوم مجي ايه 12 تمام تمام يبقى ال 12 ده اللي هو عدد العدد الزري او عدد البروتونات صح صح وبيساوي عدد اللي هنوزعه الالكترونات 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 انا بوزع الالكترونات الالكترونات دي بتسوي عدد البروتونات الموجبة او بتسوي العدد الزري ناخد بالنا من الجزء ده الماغنسيوم مجي 12 العدد الزري 12 اللي هو بيسوي البروتونات وبيسوي الالكترونات هنوزع الالتناشق الالتناشق المستوى الاول كيه هياخد كم؟ هياخد اتنين اتنين المستوى التاني تمانية تمانية كده وزعت عشرة باقي عندي اتنين هوزعهم فين؟ في الام في الام كويس طيب دلوقتي عايزين نفقد الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي عشان يوصل لمرحلة الاستقرار هو مش عايز الالتنين دول يروحوا لعنصر تاني يستفد بيهم انما هو عايز يوصل لمرحلة الاستقرار يبقى المستوى الاخير عنده مكتمل يبقى هيفقد الالتنين دول كده مستوى الطاقة هيتير معاهم خلاص طيب تعالا نرسم بقى بعد الفقد طبعا هنحطه جوه كسين ونرسم طبعا الزرة دي ما تنساش ترسمها لازم تكتبها بردو عندي الكي والقلب احنا فقدنا الاتنين اتبقى عندي الايه الاتنين اللي هما في المستوى الاخير اتبقى عندي المستويين الاولانين دول اتنين تمانية تمام تمام طيب انا فقدت كم الكترون كده انا فقدت اتنين اتنين الكترون يبقى هاجي فوق الكوس هنا واتكتب موجب كام موجب اتنين موجب اتنين يا اما هكتبها موجب اتنين يا اما اعمل اتنين زائد زي بعض كده اتنين زائد جنب بعض موجب وموجب كده او كده واحد طيب هل بقى العنصر هيفضل عندي ام جي كده وخلاص بعد ما تحول الايون موجب لا هيبقى ام جي موجب اتنين لازم اكتب موجب اتنين فوق الرمز بتاع العنصر كده هتحول عندي الايون لو نستت هاخد نصف الدرجة اه طبعا لان بيفرق الام جي زر لكن الام جي موجب اتنين ايون ايون لا يعني معناه ان ايون موجب يعني العنصر فقط الكترونات مستوى الطاقة الاخير فرق كبير ما بين الاتنين انت مش هتاخد نصف الدرجة انت السؤال كله هتحسب لك غلط لان دي مش رقم في مسألة عارف انت لو في مسألة مثلا كتبت القانون وارقامك صح بس مثلا جيت على الآلة حسبت غلط جمعت غلط فالمشكلة في النتج الاخير هقولك هايخصمه منك نصف درجة لان انت كتب القانون صح وماشي الخطوات صح لكن هنا ما عنديش غير يبيض يسود الام جي يام جي موجب اتنين الام جي زرة زرة ماغنيسيوم متعدل لكن الام جي موجب اتنين ايون ماغنيسيوم موجب هنا الماغنيسيوم ما بقاش في الحالة العادية المتعدلة لا فقد الالكترونات المستوى الاخير ما بقاش متوزع في تلات مستويات بقى متوزع في مستوين بس اتحول لأيون موجب فقد الالكترونات ده فين في التفاعل الكيميائي ادى الالكترونات دي اللي فقدها دي ادها العنصر تاني كده اتحول عندي الالكترونات ففيه فرق كبير كبير ما بين الاتنين الغلطة تبوز معك السؤال اصلا فاهمني فاهم اههه 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 عندك مشكلة في التوزيع لسه لا اكيد ما عنديش مشكلة في التوزيع طب كويس نا اهه عندنا سؤال اه عندنا سؤال مش محلولة ونبدأ نحل فيه بقى من الشكل المقابل عندنا عنصر متوزع اتنين تمانية تلاتة قبل ما ندخل في حل السؤال ركز معي هنبص على الايه اتنين تمانية تلاتة دول كام اجمعهم اتنين وتمانية عشر وتلاتة تلاتة تلاتة التلاتاشر دول اللي هم عدد الالكترونيات ماشا تمام هو بيقولك هنا حدد نوع العنصر عشان حدد نوع العنصر اعمل ايه اول حاجة يعني عايز يعرف هو ده فلز ولا لا نبص على اخر رقم برافو اخر مستوى اخر مستوى في كم فلز يبقى في تلاتة تلاتة واحدة او اتنين او تلاتة هيبقى العنصر ده فلز تمام كده حلنا اول سؤال طيب السؤال التاني نوع ايون العنصر وعدد الالكترونيات مستوى الطاقة الخارجي الايون هنا كام الايون هنا موجب ولا سالب قصدي موجب موجب ليه بقى لان الزر هتفقد الايه الالكترونيات المستوى الطاقة الخارجي وقلنا امتى الايون بيبقى موجب الايون موجب في العنصر الفلزي اللي هو بيفقد واحد او اتنين او تلاتة هو هنا هيفقد تلاتة يبقى الايون ايه اسمه ايه موجب موجب اه طيب عدد الكترونيات المستوى الخارجي مستوى الخارجي المستوى الخارجي بس اه تلاتة تلاتة طيب عدد الالكترونيات المستوى الخارجي في الزرة تلاتة طيب في الايون واتبالك لان في فرق في الزرة عدد المستويات تلاتة عدد الالكترونيات قصدي تلاتة طيب لما يجي تحول الايون ايه اللي هيحصل تعالوا نحولوا الايون هو فقط ايه مستوى الخارجي تمام نحولوا بقى الايون عندك هنا اثنين تمانية كويس كويس بيتحط جوا كوسين فوق الكوسين هنا هنعمل ايه انا فقدت كم الايون تلاتة تلاتة يبقى اكتب هنا مجب تلاتة صح صح طيب هنا بقى احنا في الايون مش في الزرة عدد الايون في الايون كام في المستوى الخارجي تمانية يبقى هنكتب هنا الالكترونيات المستوى الخارجي كام تمانية طب عدد الشحنات اللي بيحملها بقى الشحنات اللي هي اللي بره اللي كتبناها فوق الكوس دي اسموها زد تلاتة مجب تلاتة هنكتب بعدد الشحنات تلاتة تلات شحنات مجب طب ليه بقى التفسير لان ده عنصر فلز فقد مستويات الكترونيات المستوى الطاقة الخارجي اللي هي بتسوي ايه تلاتة تمام كده تمام الموضوع سهل جدا واسهل كمان من الترم الاول اسهل من التوزير هو ممكن يجيب لك السؤال متوزع وممكن لا انت لازم يبقى التوزير في دماغك كده كده خلصنا الفلزات نيجي لتاني حاجة عندي وهي اللافلزات خلص اللافلزات ايه طلت لك عكس الفلزات باختلافات بسيطة اول حاجة هنتكلم عن مستوى الطاقة الخارجي في اللافلزات مستوى الطاقة الخارجي فيها بيحتوي على كم زرة على كم الكترون قصدي خمسة او ستة او سبعة مهم بقى اكبر من التلاتة اه ومش اربعة برضو اه طب ليه هو ما قالش اكبر من التلاتة التوزيع الالكترونات دايما بتلاقي في المستقل اخير كده عدد فردي في الغالب يعني في اللافل الزات بالزات اللافل الزات خمسة او ستة او سبعة هيبان لك دلوقتي واحنا بنوزع العناصر يا خمسة يا ستة يا سبعة طب بتعمل ايه بقى عشان ايه هقولك ليه دلوقتي بس ركز معايا قلنا قلنا الفل الزات واحد او دلين او ثلاثة طب اللافل الزات اه خمسة او ستة او سبعة او تمانية لا او سبعة بس او سبعة تمانية دي يبقى اصل لمرحات الاستقرار يبقى مش هيدخل في تفاعل كيميائي اصلا هو لو المستوى الاخير في تمانية يبقى هو كده مش محتاج يدخل في تفاعل كيميائي هو اصلا كده مستقر عشان كده قلنا الفل الزات بتفقد مستوى التطاقة الاخيرة الكترونيات مستوى التطاقة الاخيرة عشان ايه توصل للتمانية دي طب اللافل الزات بتعمل ايه بقى هقولك خمسة او ستة او سبعة لو خمسة فهي هتكتسب التلاتة اللي الفلز فقدهم لو ستة هتكتسب اللي اتنين اللي الفلز فقدهم عشان تبقى تمانية ولو سبعة هتكتسب الواحد اللي الفلز فقدهم فهمت؟ فهمت انا عندي الفل الزات بتفقد واحد او اتنين او تلاتة بس يا واحد يا اتنين يا تلاتة مفيش غير كده طيب اللافل الزات بقى بتكتسب يا اما واحد يا اتنين يا تلاتة لو واحد يبقى المستوى الاخير عندها في سبعة فهتاخد واحد عشان تكمله للتمانية لو المستوى الاخير عندها ستة هتكتسب اللي اتنين اللي اتنين اللي وقعوا من الفلز عشان توصل للتمانية لو خمسة هتكتسب التلاتة اللي وقعوا من الفلز عشان توصل لإيه؟ للتمانية كده هي بتوصل المستوى الأخير لها الكام لتمن إلكتروينات عشان تبقى مستقر مفهوم؟ تمام مفهوم واضح الجزء ده واللي عيده تاني واضح بس قول إيه اللي مش واضح معاك ممكن هدركتش رحة تاني طيب حاضر عيوني بص يا عبد الرحمة احنا قلنا ان الفلزات بتفقد واحد او اتنين او تلاتة اللي هما في المستوى الأخير صح صح لما بتدخل في تفاعل كيميائي وقلتلك ان هي مش محتاجة الالكترونات دي فبتديها لعنصر اخر محتاج العنصر اللي محتاج ده بيبقى لا فلز عايز يكتسب الالكترونات فبيكتسب اللي الفلزات فقدتهم دول علشان يبقى مستوى الطاقة الخارجي بتاعه في 8 يعني الفلزات عندي تعالى نطبق على عنصر الصوديوم اتنين تمانية واحد الصوديوم كام ان 11 صح نعم الصوديوم ان ايه 11 طيب علشان هو في لز هيفقد الالكترونات المستوى الخارجي لانه مش محتاجه هو كده وصل لمرحلة الاستقرار بقى المستوى الاخير بتاعه في 8 تمام تمام طيب احنا قلنا ان الالكترون اللي اتفقد ده هيروح لعنصر تاني محتاجه صح صح العنصر اللي محتاجه ده هيبقى لافلز عنصر لافلز عايز يكتسب الالكترونات الفلزات بتفقد واللافلزات بتكتسب طيب تعالنا نشوف عنصر لافلز عندك الكلور كلور سيالي 17 المستوى الاول هيبقى فيه كام اتنين اتنين زي ما هو اه والتاني تمانية كده وزعنا عشر بقى عندي كام سبعة سبعة اه هو كده محتاج كام الكترون علشان يوصل لحالة الاستقرار يبقى المستوى الاخير فيه تمانية اه محتاج الالكترون واحد الالكترون واحد هياخد الالكترون اللي واعمل سوديون ده هياخده ويتحول لتمانية فاللي بيقع من الفلزات اللي فلزات بتاخده لو المستوى الاخير ده سبعة بياخد الالكترون واحد من الفلزات عشان يوصل للاستقرار لو المستوى الاخير فيه ستة زي الاكسوجين كده المستوى الاخير عندي هو فيه ستة كده محتاج كام الكترون اه اتنين اتنين هياخد الالتنين اللي بيقعوا من الفلزات طب لو المستوى الاخير فيه خمسة هيحتاج كام هيحتاج تلاتة تلاتة بس كده فاهمتها؟ فاهمت تمام هنطبق على مسائل دلوقتي وهتبقى واضحة معاك اكتر بس خليني عارفين ان الخاصية دي الفلزات مستوى الطاقة الخارجي فيه واحد او اتنين او تلاتة لكن اللا فلزات فيه ايه؟ خمسة او ستة او سبعة ده المستوى الخارجي تمام؟ تمام معادة عنصرين الهيدروجين والكربون الهيدروجين والكربون لا في الزات لكن المستوى الخارجي ليهم لا يحتوي على خمسة او ستة او سبعة تمام؟ تمام طيب خاصية التانية عندي بعضها موجود في صورة صلبة وبعضها موجود في حلاء في صورة غزايا معادة عنصر واحد البروم البروم لا في الزساء خد بالك من الفرق ما بين الفلزات واللا في الزات الفلزات موجودة في حلاء صلبة والزقبق هو اللي سائل الوحيد اللي سائل لكن اللا في الزات صلبة او غازية والبروم هو الوحيد اللي ايه؟ لا في الزساء ناخد بالنا من الاتنين تمام؟ تمام خاصية التالتة ليس لها بريق معدني مطفية هبتلمعش بس تمام؟ تمام طيب غير قابلة للسحب والطرق والتشكيل زي الفحم انا لو جبت قطعة فحم ضربت عليها بمطرقة او شاكوش هقدر يعني اسحبها واشكلها بشكل انا عايزه؟ ولا هتتفتت وتتكسر؟ هتتفتت وتتكسر بس يبقى ده لا في الز اللافلز ماقدرش ان انا اشكله خمس حاجة واخر حاجة عندي رضيقة التوصيل للحرارة والكهرباء مع ده الكربون او الجرافيت الكربون او الجرافيت ده ايه؟ بيكون موجود داخل حجارة الحجارة بتاعت الريموت اي جهاز شغال بالحجارة الحجارة دي جواها كربون او جرافيت ده لا في الز لكنه بيوصل كهرباء من غيره الجهاز اللي معايا مش هيشتغل تمام تمام فبقى كده عندي خمس خصائص لللافل الزات المستوى الخارجي فيه كم الكترون خمسة او ستة او سبعة تاني حاجة موجودة في صورة صلبة او غازية مع ده البروم البروم سائل ليس لها بريق معدني غير قابلة لسحبه وتركه تشكيل رضيقة التوصيل للحرارة والكهرباء مع ده الكربون او الجرافيت موصل جاية الكهرباء ناخد بالنا من الفروقات او الاستثناءات الissors لدي في الزات كلها صلبة مع ده الزئبك سائل النافل الزات صلبة او غازية مع ده البروم سائل النافل الزات رضيقة التوصيل للكهرباء مع ده الكربون للحرارة والكهرباء مع ده الكربون او الجرافيت بيوصل الكهرباء طيب عندي سؤال احنا قلنا فوق ان الهايدروجين او الكربون المستوى الخارجي ليهم لا يحتوي على خمسة او ستة او سبعة العدد الزر للهايدروجين واحد والعدد الزر للكربون ستة فلو جيت اوزعهم الهايدروجين كده كده ايه المستوى الاول والاخير واحد تمام انا وعنديش غير عدد زري اصلا هو واحد فالمستوى هيبقى كي هيبقى فيه واحد بس طيب لو انا عايز اوزع الكربون اللي هو سي ستة الكي هيبقى فيه كام هيبقى فيه سبعة الكي اه الكي هيبقى فيه اتنين انا بوزع الكربون الكربون الرمز بتاعه سي ستة العدد الزر ستة تمام يبقى هنوزع الاول هيبقى فيه ايه اتنين طيب اللي هو المستوى الاول طب المستوى التاني الا هيبقى فيه كام انا وزعت اتنين بقى ايه عندي كام خمسة اتنين من ستة عبد الرحمن ركز اربعة اربعة فالكربون والهيدروجين اللي اتنين لا فلزات لكن المستوى الاخير بتاعهم ما فيهوش لا خمسة ولا ستة او سبعة لو حد مش فاهم مش عارف المعلومة دي لو بص على الهيدروجين هيلاقي ان المستوى بتاعه فيه واحد هيقولك ما الفلزات المستوى الخارجي بتاعه ببقى فيه واحد او اتنين او تلاتة هيبقى ده ايه فلز لا فيه استثناءات عندي الهيدروجين بالرغم من المستوى بتاعه فيه واحد لكنه لا فلز مش فلز تمام تمام كذلك الكربون الكربون المستوى الخارجي ليه فيه كام اربعة هتقول لي طب ما لافل الزات لازم خمسة او ستة او سبعة قلنا فيه استثناءات الكربون والهيدروجين فقط لافل الزات ومستوى الطاقة الخارجي ليهم مختلف بيحتوى على الالكتروينات مختلفة عن الخمسة او الستة او السبعة طيب هيقول لي ماذا يحدث عنده طرق على قطعة من الكربون الكربون اللي هو الفح قلنا انا لو طرقت طب ليه لان هي لافلز واللافلز ده غير قابل للطرق والسحب والطرق بالضبط كده اللافلز ده لما بتدخل في تفاعل كيميائي بتعمل ايه؟ عكس اللي الفلزات بتعمله احنا قلنا الفلزات فوق بتتحول لايون موجب وبتفقد الالكترونات دي بقى العكس اللافلزات تكتسب الالكترون وتتحول لايون سالم يبقى زرات اللافلزات بتميل اكتسب الالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي طب ليه بتكتسب الالكترونات؟ قلنا علشان مستوى الطاقة الخارجي بتاعها يبقى مكتمل بالالكترونات وتوصل لمرحلة الاستقرار بس كده الاجابتين عندي واحد الاسئلة مختلفة باجابات واحدة قلنا ان الفلزات تميل لفقد الالكترونات من زرات اخرى لفقد الالكترونات في التفاعل الكيميائي ليه؟ حتى يصبح مستوى الطاقة الخارجي مكتمل بالالكترونات طب ليه زرات اللافلزات بتكتسب الالكترونات من زرات اخرى علشان برضو مستوى الطاقة الخارجي بتاعها يبقى مكتمل بالالكترونات وتوصل لمرحلة الاستقرار طيب ليه قلنا هنا ان اللافلز لما بيكتسب الالكترون بيتحول لايون سالب؟ طب الموجب في الفلز قلنا عشان البروتونات عددها بقى اكبر من عدد الالكترونات طب هنا بقى العكس هنا الالكترونات السالبة هي اللي هتبقى اكبر من البروتونات الموجبة فالاشارة هنخضها مع الاكبر الالكترونات عددها اكبر يبقى هناخد الإشارة السالبة بتاعت الإلكترونات لو البروتونات عددها أكبر يبقى بناخد الإشارة المجابة بتاعت البروتونات تمام؟ تمام طيب نيجي هنا لتعريف الآيون السالب زرة عنصر لا في لزي عملت إيه بقى؟ اكتسبت إلكترونا وأكثر أثناء التفاعل الكيميان الآيون الموجب كان إيه؟ زرة عنصر في لزي فقد إلكترون إنما الآيون السالب عنصر لا في لزي اكتسب إلكترون يبقى الفلز مع الآيون الموجب وبيفقد اللا في لز مع الآيون السالب وبيكتسب الاتنين عكسة بعض ناخد بالنا من الكلمتين دول هي اللي هيحدد لك آيون موجب أو سالب في لز أو لا في لز وفقد ولا اكتسب لازم الكلمتين دول ناخد بالنا منهم من التعريف في التعريف عشان أقدر أجاوب صح كتب لي لا في لزي اكتسب كده آيون سالب طب في لزي فقد كده إيه؟ آيون إيه؟ ما عليش ما فهمتش في الحيطة دي ما عليش حاضر ركز معايا الفرق عندي بين الآيون الموجب والآيون السالب الآيون الموجب اللي اتكلمنا عنه في الفلزات كان زرة عنصر إيه؟ في لزي كان بيفقد إلكترونات بيفقد إلكترونات المستوى الخارجي صح؟ صح يبقى عنصر في لزي فقد إلكترونات آيون موجب طب الآيون السالب العكس عنصر لا في لزي اكتسب إيه؟ اكتسب إلكترونات أثناء التفاعل الكمية آه طيب عشان أجاوب صح أخد بالي في التعريف من الكلمتين دول أبص على الكلمتين دول أخد بالي مكتوب في لز ولا لا في لز أخد بالي فقد ولا اكتسب واخد بالك إنه ممكن يلغبطك فيها فصحة وغلط يجيب لك كلمة من الآيون والموجب مع كلمة من الآيون السالب تمام؟ إزاي؟ الآيون السالب لا في لز اكتسب إلكترون عشان يوصل لمرحلة الاستقرار ما هي اللا في لزي بتكتسب وبتتحول لآيون سالب طب ممكن نيجي كده صحة وغلط يقول لك الآيون السالب زرت ركز معايا زرت عنصر في لز اكتسب إلكترون صحة ولا غلط زرت الآيون السالب زرت عنصر في لز اكتسب إلكترون لا لا في لز لا يا فلز لا يا فلز ممكن يقول لك الآيون السالب زرت عنصر لا فلز فقد إلكترون صح ولا غلط عايز يرغباتني يعني آه هيبدل لك في الكلمتين دول الفلز واللا في لز واكتسب ولا فقد اللا في لز بيكتسب ويبقى عيون سالم لكن الفلز بيفقد ويبقى عيون لا فلز ولا فلز معلش مش لسه برضو مش مجمع الحت دي بص احنا دلوقتي بنشرح اللا في للذ احنا قلنا اللا في للذ بتكتسب صح بتكتسب الكترونات عشان توصل لمرحلة الاستقرار تمام اللا في للذ بتكتسب فلما بتكتسب بيحصل ايه بتتحول لايون سالب تمام الايون الموجب احنا شرحناه من شوية العكس اللي هم الفلزات الفلزات بتفقد الكترون الكترونات المستوى الخارجي عشان توبقى مستقر طب لما بتفقد الالكترونات بتتحول لايون موجب تمام هي تلخبط شوية لأن الفرق ما بين كل يعني الفلزات واللافلزات كلمة واحدة في التعريف يقتباز التعريف كله خليك مركز معايا الفلزات تفقد الالكترون فبتتحول لايون موجب يبقى لما جعرف الايون الموجب عنصر فلز فقد الكترون طيب طب اللافلزات بقى لا الفلز بيكتسب الالكترونات عشان يوصل لمرحلة الاستقرار لما اكتسب الالكترونات يتحول لايون موجب ولا سالم سالم بس كده فانا بقولك تاخد بالك في التعريف لو جايلك في سؤال في اللي متحن او في الكتاب بص على الكلمتين دول اللي في التعريف فلز ولا لا فلز اكتسب ولا فقد لا فلز اكتسب يبقى ايون سالم لو فلز فقد ايون ايه موجب في حالة انه غير لك كلمة واحدة من الاتنين وسبت تانية السؤال هيبقى غلط يعني هيقولك فلز واكتسب يبقى مش ايون سالم ولا ايون موجب انا ما عنديش غير حالتين اللا فلز بيكتسب فيبقى ايون سالم والفلز بيفقد فيبقى ايه موجب موجب تمام كده تمام احنا لحد ما شرحنا الايون الموجب كنت يعني مركز لكن لما شرحناهم الاتنين مع بعض تغبط فهي احتاج ان انت تذاكر بس اه تركز عليها بس في المذاكر لكن الفرق ما بينهم ان فوق عكس اللي تحت يعني الايون الموجب عكس الايون السالم نفس الشرح بس بالعكس ده بيفقد وده بيكتسب ده فلز وده لا فلز بس هو ده الفرق ما بينهم طيب لو جينا نطبق على سؤال نفس اللي كنا بنعمله فوق عندي النيتروجين N7-14 اللي هيتوزع هنا الالكترونات اللي هم كام اللي هم سبعة سبعة والبروتونات برضو عندي كام سبعة برضو نفس كلا اه طب تعال هنوزع بقى هنوزع السبعة ك هياخد ايه اثنين اثنين والال هياخد ايه خمسة بقى عندي خمسة طيب لما يبقى المستوى الأخير فيه خمسة يبقى هو كده غير مستقر كده عنصر لفلز لان اللاف بيبقى فيها خمسة ستة سبعة في المستوى الأخير محتاج كم الكترون عشان يوصل لمرحلة الاستقرار محتاج اثنين ليه لا واحد ليه برضو احنا عايزين نوصل لمرحلة الاستقرار اللي هو تمانية هو خمسة دلوقت هو خمسة نعايزين نوصل لمرحلة الاستقرار ثلاثة عايز ثلاثة المستوى التنة يبقى فيه اثنين ليه انا عندي قبل ما يكتسب توزيع الزرة كان كام اثنين خمسة المستوى الأخير في خمسة كده مش مستقر عايز ثلاثة كمان صح صح زود على المستوى ثلاثة بس الخمسة دي زود عليها ثلاثة وحطها في نفس المستوى عادي يبقى الكزة يموا اثنين اللي بقى كان فيه خمسة بقى تمانية هنحطهم عادي التمانية مع المستوى يبقى فيه تمانية عادي صح صح انا بس كل اللي عملته ان انا بشوف المستوى الاخير فيه كام لو هو خمسة هزود عليه ثلاثة يبقى تمانية وحط التمانية بعد التوزيع بعد التوزيع عندي اثنين ثمانية طيب هو اكتسب كم الكترون هو اكتسب كم الكترون اه ثلاثة يبقى نكتب فوق الكوس طبعا لما بيكتسب بيتحول لأيون سالب لأن الإلكترونات هنا عددها بقى أكبر من البروتونات الإلكترونات في الأول كانت سبعة لما زودنا تلاتة بقت عشر بقى عندي عشر إلكترونات والبروتونات زي ما هي سبعة يبقى كده هحط إشارة الإلكترونات اللي هي الإلكترونات سالب يبقى هكتب فوق الكوس سالب ثلاثة سالب ثلاثة بس كده كده المسألة حل طيب العنصر كان في الأول إن إن بس بعد ما تحول لأيون سالب إن سالب ثلاثة إن سالب ثلاثة بس كده سهلة نفس التوزيع الفرق أنا فوق كنت بحط موجب لكن هنا في اللافل الزات بحط سالب لأن الإلكترونات السالبة هنا بيت أكبر من الإيه البروتونات الموجب واضح كده؟ واضح مما سابق يتضح أنا الآيون السالب إحنا قلنا إن البروتونات فيه بيت أقل من الإلكترونات الإلكترونات في الأول في النيتروجين كانت اتنين خمسة كانوا سبعة بعد ما زودنا ثلاثة بيت الإلكترونات عشر والبروتونات سابتة العشرة أكبر من السبعة يبقى هنا البروتونات أقل من الإيه؟ من الإلكترونات طب مستوات الطاقة هيقل لي ولا هيزيد ولا هيقل لي ولا هيزيد زي ما هو أنا كان عندي مستويين مستويين طاقة وزعت اتنين خمسة لما زودت ثلاثة على الخمسة بقت تمانية هل أنا عملت مستوى جديد؟ ولا الرقم تحط في نفس المستوى؟ لا أنا كده أتحط في نفس المستوى تمام يبقى عدد المستويات إيه؟ لزاد ولا قلب نساوي عدد مستويات الآيون هي نفسها عدد مستويات الزرة تمام؟ طب الشحنات السالبة اللي أنا بكتبها فوق الكوس دي هتساوي إيه؟ هتساوي عدد الإلكترونات اللي هو اكتسبها هو اكتسب ثلاثة يبقى الشحنات عندي فوق سالب ثلاثة لو اكتسب اتنين يبقى الشحنات سالب اتنين وهكذا تمام؟ تمام بس كده هنقف لحد هنا النهاردة عشان ما تطلخبطش نذكر الجزء ده كويس ونعرف الفرقات اللي بين الايه؟ الآيون الموجب والسالب تمام؟ تمام تمام هنكمل عليه الحصة الجاية برضو ونحل عليه تمرنات عشان ياسبط أكتر بس لازم تكون مذاكر تمام؟ تمام تمام نستبدأ على خير الحصة الجاية إن شاء الله وفي معادنا هيبقى الخميس الساعة تسعة النهاردة بس عشان كان فيه ظروفه ما قدرتش ديكام بارا فمعادنا هيبقى خميس الساعة ساعة خميس الساعة ساعة ساعة چولو تماميات رحمي صعبية شكرا